لكن مبارح كولر اعتمد على أكرم توفيق كلاعب وسط ملعب ارتكاز كلاعب صنع علعب في بعض الأوقات حركوا كمهاجم تاني علشان يبدأ يتحرك في مساحات محدش بيشوفها في صورة من الصور عندنا في أكرم توفيق بيتحرك بيدخل أكرم توفيق مع استلام الكرة وجوده كرة محمد عبد منعم في الديئة أعتقد في الثواني الأولى في الثانية 37 أكرم توفيق هنا في نص الملعب بيتحرك بين بلاتيتوري واللعيب بيرامدز الثاني أعتقد اللعيب الجنوب أفريقي مش مذكر اسمه الأسل بيتحرك في نص الملعب وهنا بيستغل مساحة فاضية جدا بتتلعب له الكرة في الصورة اللي بعدها لكاي فاخر لكاي عفوا بتتلعب الصورة علشان هنا أكرم دخول أكرم في نص الملعب أكبر أحمد توفيق شقيقه إن هو بيتحرك معاه ويسيب مهامه كباك شمال علشان يرائب أكرم توفيق فتبدأ المساحة خلف أحمد توفيق هنا بنشوف حسين الشحات وخالد عبد الفتاح بقيت أنا من نادي الأهلي في الثانية 40 عنده اتنين في مساحة حوالي 30 متر فاضية وعنده كامل عيب يهاجم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع لعيبة في الصورة أنا بهاجم من الثانية 47 لعيبة إذا أنت مركزات وتحركات بدون كرة كل ده شغل كولر شغل كولر ده كله شغل كولر طيب هل مباراة الأهلي وبيرامدز بقت مباراة قمة؟ احنا بنشوف تصريحات قبلها وتصريحات بعدها وبنشوف زخم إعلاني وحديث عن المباراة هل بالفعل بقت مباراة قمة؟ لا هي مش مباراة قمة هي مباراة قمة الموسم ده عشان بيرامدز متصدر عشان بيرامدز متصدر هو المنافس ولكن في الوقت العادي أو في الأمور الطبيعية القمة أهلي وزمارك هو بيرامدز بدأ يدخل شوية في حزبة المنافسة لأنه هو الفريق اللي بينافس على لقب الدوري مع النادي الأهلي لكن بكل المقاييس هي كانت مباراة قوية للفريقين هي مباراة قوية ولكن الأهلي تفوق في المباراة طولاً وعرضاً تسعين ديئة الأهلي متفوق حتى في الوقت اللي بيرامدز امتلك فيه الكرة هو امتلك الكرة لأن الأهلي ساب له الكرة كولر رجع في الشوط التاني لاب اللي كنا بنتكلم عليه في أول ما بدأنا كلامنا أنا خلاص أنا عملت اللي أنا عايزه وجبت هدف سبتلك الكرة ومش هتعرف تعمل حاجة مش تقدر توصل للمرة دليل إن بيرامدز عنده سبع تسديدات طول المباراة منهم تسديدة واحدة بين التلات خشبات أول فرصة خطيرة لبيرامدز كانت في ديئة سبعين بعد ما نزل اللعب زلاكة الكرة اللي وصلت له بعد خطأ من لعبة الأهلي في التشتيت أول كرة لي دي دي أول كرة خطيرة فعلاً كان ممكن تجيب التعادل لبيرامدز